قاضى وتغض النظر عن هذه القضية مع العلم حصلت توافقات وتمت هذه التوافقات بناء على توجيهات ملكية ولغاية هذه اللحظة المجلس الاقتصادي الاجتماعي مكون في هذه القضية لكن ليش لغاية هذه اللحظة هذه القضية مش راضي أتأخذ أي مسار سليم يسعد مساك أخوة عزام أبو شاور مختارنا والجميع نأمل من دولتك ومن حكومتك تسليط الضوء على هذه القضية بالذات أن تفتح حوار مع المتعثرين كما هناك حوارات كانت مع جمعيات البنوك والدائنين والمتعنتين في هذه القضية أيضا المتعثرين هم أبناء وطن ولهم الحق في إبداء رأيهم وطرح الحلول التي لديهم أتمنى أول شي على المتعثرين أنهم يتكاتفوا يتوحدوا يتحدوا لأن هذه القضية مش قضية سامر وطارق وخليل ومحمد هذه قضية الجميع رسالتنا دائما نتحدث فيها هي هي مطلبنا في هذه اللحظة وهذه الظروف العصيبة يا دولة عمر الرزاز مش مطلب كبير مش مطلب كثير إعطاء مهلة سنتين تسويات من غير الربع القانوني من خلال المحاكم وأنا متأكد يعني لو إن شاء للربع القانوني الآن قضية المتعثرين كلها نحل نتأمل بدولتك أن تكون هذه المناشدة وهذه الرسالة إحنا أول بث بطلع فيه أنا شخصيا في عهد دولتك بتأمل أنه ما يكون في بثات لاحقة يكون البث الأخير إخواني اللي بسألوا لعلي الطلب والإجراءات ما في أي إجراءات جديدة الإجراءات هي هي ما حصل أي تغثير على قرار المجلس القضائي لغاية هذه اللحظة المبالغ تحت مئة ألف بيروح بيأخذ إشعار وبيطلع بينزل علي طلب ثاني إذا الطلب لغاية تحت المئة ألف كمان بيأخذ إشعار جديد وبيطلع ما في أي إجراء ثاني ما سمعت في إجراءات جديدة ثانية لأخواننا اللي بسألوا بيستفسروا طبعا يسعد مساكم جميع أخو زهير والجميع كلهم بإسمه يعني بديش الأسماء كل واحد بإسمه بتأمل من حكومتك أن تسلط الضوء على هذه القضية طبعا تحدثنا كثير بهذه القضية قضية من أربع سنوات ونحن نتحدث فيها سبقنا ناس كثيرين يتحدثوا بهذه القضية لا نعلم لغاية هذه اللحظة ليش حكومتنا متعنتة وبالأخص وزارة العدل وجمعية البنوك ونقابة المحامين بحبس المواطن الأردني على القضايا المالية أربع كومبيلات أو شكات كفيلة أن تسجن المواطن الأردني مدى العمر مع العلم هناك قضايا أبشع وديش أقول أوصخ حكمها سنة إلى ثلث سنوات وسنتين السرقة من سنة إلى سنة ثنوات النصب والإحتيال من ثلث شهور إلى ثلث سنوات يعني ما بدأت أدخل بهذه الحيثيات لكن ليش قضية هالمالية قضية هالشكات أو قضية هالكومبيلات أو هالقضية المالية ممكن أنها تسجن المواطن الأردني مدى العمر طبعا بنعيد وبنرجع إحنا الآن بنأمل من جلالة سيدنا وبحكومتك التنسيب لجلالة سيدنا بيعفو عام عن السجناء في جائحة كورونا هذا الوقت بالذات حل قضية المتعثرين سريعا طبعا أخوان المتعثرين أنا بناشدكم على صفحاتكم أن تبقى وتصروا على هذا المطلب بعدين في شغلة ثانية أخواننا المتعثرين أخواننا المتعثرين الآن تستغل قضيكم في قضية الانتخابات إحنا مع أنه كل مواطن أردني يدلي بصوته الآن ولازم الكل يكون لكن يكون فيه اختيار للنائب إحنا طرحنا فكرة النائب الذي نريد كلمة النائب الذي نريد هذه كبيرة لازم الكل يفكر فيها الآن أنا سمعت كثير من النواب اللي طرحين أنفسهم بيقول لك إحنا المتعثرين الآن وضعهم المالي سيء إحنا بخمسة وعشرين ليرا بنشتري صوتهم لا لا المتعثر مش بيعت صوته لا تخلوا ناس يركب على كتافنا إحنا بدنا النائب المشرع النائب المراقب ما تنجروا مع النواب لازم يكون إلك موقف بالنائب الذي تريد لأنه إحنا ما دمر قضيتنا ولا وصلنا ولا خلانا أربع سنين إلا النواب النواب هي اللي وصلتنا لهون نواب المجلس السابق التاسع عشر أو عفواً الثامن عشر ولا نائب إلى مزبلة التاريخ ولا نائب منهم ولا نائب كان مع قضيتكم ولا نائب ولا واحد يطلع يقول لي فلان لأنه إذا قال لي فلان بعطيه دلائل أنا ولا نائب عن بكرة أبيهم لا ترجعوا لنفس الغلطة اللي وصلنا بهذه القضية لهذه اللحظة هم النواب ولو أبعد النواب عن القضية انحلت زمان طبعاً وبعد أيديهم والمتفرعة فيه المتعثرين الخلاصة احنا أصحاب قضية متعثرين لازم يكون إنا وقفة متعثرين لازم يكون إيد وحدة فيه إحنا إجراءات ماشيين فيها طبعاً أنا وعدكم ولغاية الآن بأعمل على هذه القضية بالخفاء بدون أي نشر وسأبقى أعمل عليها بدعوكم إيدكم معي بدعوكم الآن أنتم تتكاتفوا معي بدعوكم أنه إذا ما وصلنا لحل أنه نكون إنه وقفة قريبة كلنا كلنا يكون إنه وقفة في قضيتنا بكل محفل ويكون إنه دور في مجلس النواب القادم كما هي دعوة الآن لدولة رئيس الوزراء المتعثرين بحاجة إلى وثائق الدستور كفل مش إنه والله يروح لما تخلص قضاياك تجيب براءة براءة ذمة الآن في قرار مجلس قضائي قضايا المالية أنا ما عمري ما عرفت كيف ما بتجدد وثائق الدستور المشرعين القانونيين يتكلموا بهذا الكلام بتأمل على أخواننا المتعثرين وأهالي المتعثرين وكل واحد بعرف أقاربه أصدقائه ما عارفه يختار النائب يختار النائب الصح مش النائب اللي بقول المتعثر بشتريه ب20 ليرة وب25 ليرة أوعقوا إحنا لازم يكون إنا موقف بالنائب الذي نريد لازم يكون إحنا في مواصفات يا أخوان خلينا نحكي إحنا بواقعية إحنا نصلنا القرن الثلاثة وعشرين جلالة سيد البلاد ينادي بالديمقراطية وينادي بالأحزاب وينادي بأن الشباب يكون الهدور ليش الآن أنتوا ما تفكروا أنه كيف تطلب النائب أنت أنت الآن تحط تحط أنت مواصفات للنائب اللي بدك إياه وإنت تراقبه أنت كشعب أخترته وقعدته مشرع هو رح يمثلك وإنت تراقبه حتى لو أخطأ كمان أنت تجره من رقبته وتقول له تعال أنا حطيت لك مواصفات أنا طلبت منك مطالب للأسف بالعفو العام كان لا يقل عن 250 ألف عائلة أردنية يطالبوا بشمول الشكات والعفو العام نواب المجلس الثامن عشر اللي كانوا بمثلوا هذول الفئة من الناس ولا واحد فيهم ولا واحد مثل الشعب ولا واحد مثل المطالبين هذول 250 ألف عائلة هذا دليل على أنه اختيار مجلس النواب السابق كان خطأ فالآن خليه يكون إليك دور في هذا المجلس خليك تختار أنت النائب الصح وتمسكوا بكرة إذا أخطأ وإذا ما طالب بمطلبك تقول له تعال مش لأنك لائب عندك حصانة أنا ما بقدر أحكي معك لا بقدر أحكي معك وبيدي أعريك خليه يكون إنه موقف الآن من خلينا نتحرك بهذا الاتجاه جلالة سيدنا يطالب بهذا الكلام جلالة سيدنا معنا لازم يكون لازم يكون إنه دور بكفينا بكفي إنه أنت والله بكرة بس يطلع من المجلس وأنك بتقول والله يسقط مجلس النواب ليش يا أخوي يسقط مجلس النواب لأنه أنت اللي طالبت فيه أنت اللي جبته الآن أنت جي بالشخص اللي مثلك نعم يا أخو يا مصطفى حتى ما يرجع يمثله علينا مرة ثانية لازم يكون إنه موقف صحيح الآن لغاية الآن إحنا بنقول العشائرية وبن عمي وقرابتي وغير وغيراته لكن تعال إذا مش واعي ابن عمي بديش إياه يا إما أنا بحط له واحد اثنين ثلاث أربعة أنا بدي منك بالمجلس القادم بدي تعديل تشريعات بدي تعديل قانون العقوبات بدي تعديل قانون التنفيذ بدي تعديل قانون الضريبة بدي تعقول المالكين والمستأجرين بدي تعديل قوانين كثيرة بدي تراقب الحكومة هذه ما نظل نايمين ما نظل مخدرين وأنا لغاية هذه اللحظة بجوز كثير من الأخوان هاي هم معي هون ومنهم نواب الآن مرشحين بعرفوا أنا قلت الفساد هو مننا إحنا الشعب من أولادنا أنت اللي بتربي ابنك على الفساد لأنه أنت لما بتروح توديه بالمدرسة يرشي طلاب صفه حتى يصوتوله هذا هو هو الفساد يشتري لهم عصير ويشتري لهم عشان مجلس النواب تبع المدرسة فالفساد من عنا يعني ابنك وهو عمره ست سنوات بالصف الأول أنت بتربيه على الفساد فالآن أنت لازم تصحق ما تكون فاسد لهذه الطريقة ما تجيب مجلس النواب فاسد فالفساد من تحت إحنا الشعب لازم نوعه على مستوى مجلس النواب على مستوى البلدية على مستوى